بناء على توجهات رئيس عبد الفتح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصري بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم كثفت القوات المسلحة من جهودها بتوفير ما يقرب من مليوني حصة غذائية أو حصة غذائية بنصف الثمن لتلبية احتياجات المواطنين في شتى أنحاء الجمهورية بناء على توجهات السيد الرئيس عبد الفتح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصري بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم كثفت القوات المسلحة من جهودها بتوفير ما يقرب من مليوني حصة غذائية بنصف الثمن لتلبية احتياجات المواطنين في شتى أنحاء الجمهورية حيث قامت هيئة الامداد والتموين للقوات المسلحة باعداد وتجهيز الحصص الغذائية ونقلها بواسطة أسطول من شاحنات النقل المجهزة وقطارات السك الحديد إلى جميع المحافظات التي تقع في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لطرحها على المواطنين بأسعار مخفضة موسيقى 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 وفي سياق متصل شارك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بفتح عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة لتقديم السلع الأساسية بأسعار مخفضة موسيقى هذا بجانب المشاركة في معرض أهلا رمضان المقام بأرض المعارض بمدينة نصر يأتي ذلك في إطار المسئولية المجتمعية للقوات المسلحة ودورها في دعم المجتمع المدني موسيقى 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 موسيقى